انا باسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سعدت السيد هشام محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة لتوزيع الجوائز على الفائزين في جائزتي امتياز للأندية الوطنية والريادة للمراكز الشبابية والذي أقيم بفندق بحضور عدد من النواب والمسؤولين في القطاع الشبابي والرياضي ولفيف من الأسرة الشبابية والرياضية وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن جائزتي امتياز والريادة تعتبران من المبادرات المتميزة التي تم طرحها في سبيل تطوير العمل في الأندية الوطنية والمراكز الشبابية وهو الأمر الذي يتوافق مع توجيهات ورؤية عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في إرساء دعام حراك نشط للارتقاء بمستويات كفاءة الأداء في منظومة العمل بالأندية والمراكز الشبابية وتقديم كل المحفزات لهذين القطاعين للمضي قدما في تطوير عملهم بما يعود بشكل إيجابي على مسيرة الشباب البحريني مضيفا سموه ثقافة تعزيز التمييز والتكريم التي أرستها القيادة الرشيدة وسهمت في تحفيز شباب المملكة والارتقاء بالعمل الرياضي وشبابي ووصوله إلى مراحل متقدمة جدا هذا وأشار سموه إلى أن المتتبع لجائزتي امتياز والريادة يدرك تماما القيمة المضافة لهتين الجائزتين والأتان تسعيان إلى تحقيق أفضل الممارسة الفنية والإدارية وخلق بيئة مثالية لإذكاء روح المنافسة بما يصب في الإبداع والتمييز كهدف أسمى يسعى الجميع لبلوغه وإرساء قاعدة ثابتة لمواصلة تطور الأندية والمراكز وفق آليات ومعايير حثيثة وواقعية مؤكدا سموه أن الفائدة من تنفيذ هتين الجائزتين ستكون جمة وستعود بالنفع على جميع الأندية والمراكز وهي تضع معايير التقدم دليلا لقياس عملها وتقييم مخرجاته التحفيز والدعم والرعاية ركائز تلف القطاع الشبابي على كل الأصعدة في مملكة البحرين ولكنه اليوم يأتي بإطار واضح لدعم قطاع الأندية والمراكز الشبابية في المملكة من خلال جائزتي امتياز والريادة والتان حظيتا بدعم واهتمام مباشر من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية وذلك انطلاقا من إيمانه العميق بأهمية الارتقاء بمنظومة العمل في الأندية الوطنية والمراكز الشبابية اطلاق وزارة شؤون الشباب والرياضة للجائزتين جاء متوافقا مع استراتيجية الوزارة في بناء منظومة متكاملة في الأندية الوطنية والمراكز الشبابية يكون الأساس في عملها الاحترافية والإدارة الأفضل للموارد المتاحة وفق مجموعة من المعايير والأسس والضوابط المعتمدة رأينا بكل صراحة بأن بناء الاستراتيجية الصحيحة أن الوهد يكون عنده حوكمة صحيحة إدارة الأفراد عنده إدارة أموال هذه الأمور اللي كفأت وخلت أن نادي المحرق يكون متقدم وإحنا بكل صراحة هنأ نادي المحرق على هذه الإنجاز أيضا الأندية جميعا اللي شاركت وأيضا هني مركز شباب سنابس على فوزهم كأفضل مركز شبابي على مملكة البحرين ولكن المنافسة كانت أشد في المراكز الشبابية في المسخة الأولى مثل هذه الجوائز اللي يمكن نحن كقطاع رياضي انتظرناه منذ فترة وأتت أعتقد في وقتها الآن لخلق أجواء تنافسية ما بين الأندية في العمل الإداري والعمل الفني اللي إحنا اليوم نشهد طفرة رياضية في عهد الزاهر لسيدي صاحب جلالة ملك المفدى وعمل الأندية أعتقد صار في ازدياد عاما بعد عام فهذه الجوائز أعتقد لها بوادر لها مؤشرات إيجابية أعتقد نسخة الأولى شهدنا فيها جائزة قيمة لكل المراكز وستعطي الأندية والمراكز الشبابية حافظ للعمل منذ الآن لتقييمهم العام القادم سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة السيد هشام بن محمد الجودر كرم الفائزين بمسابقة امتياز الأندية الوطنية حيث حقق المركز الأول نادي المحرق فيما حقق المركز الثاني نادي البحرين للتنس وحقق المركز الثالث نادي سار أما جائزة الرياضة للمراكز الشبابية فقد تمكن مركز شباب السنابس من تحقيق المركز الأول ومركز شباب بصيبع من إحراز المركز الثاني وأما المركز الثالث فقد كان من نصيب مركز شباب الشاخورة نهدي هذا الإنجاز لسيدي حضرة صاحب الجلال الملك المفدر رئيس الفخري لنادي المحرق ولمعالي رئيس النادي الشيخ أحمد بن علي هذه الإنجاز حقيقة استمرار لإنجازات نادي المحرق في مختلف المحافل الرياضية وهذه تتويج للعمل الإداري الذي كان نتاج عمل متواصل من إدارات تعاقبة على نادي المحرق وهذه طبعاً الإنجاز يهدى لهم جميعاً الحقيقة نقلة نوعية للاهتمام وتقديم البرامج المخصصة للشباب وهذه الحقيقة البرامج المخصصة للشباب أعني بها جميع فئات المجتمع سواء كان للإناث أو للذكور وكذلك التشجيع الخاص حقيقة إلى موضوع المرأة والاهتمام بهذا الجانب ففي الحقيقة الاهتمام الذي نتلقاه من الوزارة ومن الإدارة بشكل خاص يدفعنا دائماً إلى المزيد من العطاء والتشجيع والمثابرة وتقديم ما يمكن تقديمه والله إحنا دخولنا في منظم العشاء الأوائل في هذه إجازة الرياضة هذا يعد إنجاز يعني الأول مرة صراحة على قلة المشاءات والموجودة عندنا إلا أن الحمد لله صار عندنا نوع لتحدي والحمد لله إحنا يعني وأن موفزنا من الركز الأولية إلا أن حصلنا تكرمنا ووقفنا على الاستيج وهذا شي طيب رفعنا اسم المركز والديرة والحمد لله هذا يعني يعد إنجاز لنا إحنا كمركز يعني دخولنا الجائزة من ضمن العشاء الكبار هذا صراحة يعد لنا إنجاز لمجهز الإدارة والغامين على المشروع الذي كان مشروع الرياضة حضور هذه الجائزة والمختصون أكدوا على أن الوزارة استفادت من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال بالإضافة إلى الاستفادة من جوائز التميز العالمية وبلورتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة وجعلها تتوفق مع طبيعة أندياتنا الوطنية ومراكزنا الشبابية خاصة في جانب معايير التطبيق وأهليات التنفيذ والتحكيم والتقييم واستخلاص النتائج صناعة الرياضة والامتياز يرفرف فوق كل الميادين يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين